ينضم إلينا من أسطنبول الكاتب والمحلل السياسي فائق بولت سيد فائق بعد التحية كما هو معلوم بالضرورة أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة برأيك هذا المسلسل من التدهور المستمر الواضح في العملة التركية والاقتصاد التركي بشكل كبير هل ذلك له علاقة بدرجة أو بأخرى مع هذه الهزات السياسية في السياسة الخارجية لتركيا والله هي الناتجة عن السياسة الداخلية الخارجية وتعمل هذه السياسة ممكن أن نقول خاطئة جدا وحتى ما ممكن سياسة الطائشة وبالتالي غير مرسومة وبالتالي بالرغم من كل مساعي للسلطة الحالية لكبحة جماعة السعود العملة الصعبة أو خفطة ليرة تركية إمامها عملة الصعبة فلن تنجح هذه السلطة لأنها أولا ليست لديها إمكانيات ثانيا السياسة سواء السياسة الاقتصادية سواء السياسة الخارجية والداخلية وسواء دموقراطية موجودة أو تقليل إطار الدموقراطية وحرية ما إلى ذلك هل كلها تؤدي إلى تجعل كالنتيجة أن هذه ليرة تركية تنخفض أكثر وأكثر من ألف ساعدان أيضا مهما جعلت يعني مهما جعلت مركز البانك المركزي مهما جعلت سلطة الحالية أو ساعد جدوتها حالية لحلولة دون ذلك هذا لا يمكن تقريبا شبه المستحيل ممكن أن تكون يعني سد يعني أو إيقاف تخفيض تركيا أو خفط الليرة تركيا يعني مؤقتا آنيا يعني المسألة مسألة يعني تكبن في بنية غير صحيحة يعني بنية تحتية وبنية فوقية في التركيا أيضا من ضمن يعني حتى تكتمل السورة سيد فاق من ضمن الأسباب التي يشير إليها عدد من المحللين الاقتصاديين إن هذه التركيا بتعيش حالة من الفوضى الاقتصادية وأرجع ذلك بشكل واضح إلى تدخل الرئيس التركي في سياسة البنك المركزي التركي الاستراتيجية فهل فعلا هذا التدخل لعب دورا للوصول إلى هذه الدرجة؟ سيد فاق قالت اسمعني يعني بالتأكيد بالتأكيد لأنه يعني لماذا أنت تعين مثلا فلان أو علنتان كمسؤول عن أو حاكم البرك المركزي أو مسؤول عن هذا يعني مثلا مسؤول عن شؤون الاقتصادية ما يده لأنه هو يفهم أكثر منك هو خبير أكثر منك فلذلك أولا إذا تعينت أنت يعني رجل غير لائق لمقامه هذا أولا شيء ثاني إذا أنت لا تفهم من الاقتصاد من شؤون الاقتصادية يعني تفاصيل الاقتصادية حتى قوانين الاقتصادية ولكن تتدخل في أمور يعني الذي عين على عين كمسؤول عن بنك المركزي أو أي بنك الآخر يعني بنك من المصرف الدولي وهذا يعني أنه هذا التدخل يعني غير يعني في مكانه بل بالعقس تكون لها نواة يعني له نتائج تقريبية جدا يعني تقصر فيها جماهير موجودة في التركيا شكرا جزيلا من أصنبول الكاتب والمحلل الأسياسي فائق بولت ترجمة نانسي قنقر